ولذلك الصادق طول الوقت بيرائب نفسه بيعمل مراقبة ذاتية مش عشان خايف من العقاب لكن عشان بيعيش بحقيقة قول حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى ما احنا لسه يدين ان الصادق ده قريب من الله فهو قريب من الحق سبحانه وتعالى فهو يرى بنور الله ولذلك الصادق بيكون صادق مع ذاته أولا فالصادق بيهدي صدقه مع نفسه أنه يكون على هدى فيعرف أنه لسه بيتعلمه لسه محتاج يستشير قبل ما يأخذ أي قرار أو يحكم بأي حكم تخلوا بالكم الصادق تلاقيه ما يعنفش من التعلم الصادق ما تلاقهوش أبو العريف ما تلاقهوش متعالم أكتر حاجة بتوجعنا وبتخلينا نتدايق من أبو العريف أنه هو ايه؟ أنه هو مصادق لما تيجي تسأل هو ايه مشكلتك مع أبو العريف؟ قال لك أنه بيكتب بيكتب أنه يعرف وما يعرفش ولازم المربي سواء كان أستاذ سواء كان أب سواء كان شيخ ومعلم لازم المربي يساعد الشخص على أنه يعرف نفسه فيعرف نقاط قوته ويعرف مهاراته ويعرف إزاي يتعامل مع احتياجاته وإزاي يشتغل على نفسه لغاية ما يطلع أحسن ما فيها فده يخليه بطيء لانفعال من السريع لانفعال ويكون ده من باب النصح والإرشاد مش من باب الإلزام عشان يخليه هو بياخد قراره بنفسه ما يبقاش نخص خمنه لكن يبقى هو صادق بقراره فيكون صادق في صدقه الصادق كمان يا سادة بيكون صادق مع الناس ما يفرعش معاه يكون هو إلا على حق أو على غيره على حق يا سلام على كلام الأئمة لما شاربوا من كأس صدق حضرة النبي ولازم نعلم أولادنا مثل هذه الأقوال سيدنا الإمام الشافعي يقول ما حاورت أحداً إلا وتمنيت أن يجري الله والحق على لسانه صادق مع نفسه صادقة مع نفسه شوف حتى ويوصل به الحال قولي صواب يحتمل الخطأ هو عارف وصادق مع نفسه وصادق مع الناس يبقى هو لازم يكون مع الحق حيث دار سواء الحق معه أو مع غيره وعشان كده بيقبل الخلاف وعشان كده بيقدر يتعامل مع الناس وعشان كده بيقدر يبحث عن الحق حيث كان وتفضل الحكمة هي ضلته يبحث عنها في أي مكان فإذا وجدها فهو أحق بها